السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من تتبعي قناة حسفون الغرب الكرام لأول مرة يشترك الفيديو ويشترك ويفعل الجرس لا يبقى تشعلينا باللايك للفيديو موضوعنا ديوم قواني الكرام نبقوا دائما في مرحلة التجهيز سوف نحكم على اختيار الذكر والأنثى حذيرا للتزاوج الموشي من المقبض ان شاء الله تهنيئ اختيار الذكر والأنثى التي تناسبها والعكس اذا لنبدأ على بركة الله اهلا بكم من جديد اخواني الكرام دائما في مرحلة بداية مرحلة التجهيزاني بالخصوص اختيار الأنثى والذكر المناسبين لبعضهم البعض هناك كنشها من حقيامي كن الزوج او كوب للي اسبق وننجح التزاوج مثلا العملي فات يعني سنة الماضية يعني يكونوا ديجا اكوب له مع بعضه وداروا نتيجة والمرب يرضى بالنتيجة وبغي يعود الكرام بليهم هالمرة هذه يعني هذه يعني هذه تبقى الرابعة بساعة هذه الحالة مسألة اختيار المناسب للانثى المناسبة يعني الأمر ما يعنيش يعنيش مربي في هذه الحالة يعني قادر يعود دمامكم كين اللي عندها من قبل يخدم بشهال من كوب لونجح في بعض الأزواج وفشل في بعض الأخر يعني تزاوج لبعض الأخر يعني تزاوج مربي بغي يبدل ويحدث تغيير باش يحقق نتيجة خير من نتيجة تعال مرة سابقة يقضي والضايق على رصة من النتائج السلبية كيفاش يدير؟ يحقق من الأزواج أو الكوب اللي 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 لقى معهم مشاكل ويعتسبين الذكر والإنهات يقضي الأنثى على الظاكر ويديرها مع الظاكر ثاني يعني مع الظاكر يعني سواديزون قلو هنا الظاكر يدع الأنثى على الظاكر يديرها مع الظاكر وهذا على حساب الخبرة اللي يكتسبها هو من الفشل بتاع العمليفة مثلا عمد الظاكر أو المال اللي عندك الظاكر أو المال اللي اللي قبيح يديرها مع الأنثى واللاف المال اللي تكون عاقلة يعني باش ينجح تزاوج يعني هنا بين قوسين العكس مشي صحيح دايما يعني يكون عندك أنثى قبيحة في الخاركتر تحتها وكلش لا تخذعش للسيطارة تاع أي ذاكر هذي يدير الهام مال قبيح ويكون قاسح بالتغريب يكون يعني الخاركتر تحتها قاسح ويكون عندها الينرجيم بيحة باش يقدر يفضل السيطارات بتاعها للأنثى القبيحة هذا فيما يخص بيكون عندها قبيحة الفمال يعني وعلى شبية يعني سعيبة في التزاوج يعني ما تربعش بأي ذاكر فالحالة يكون قوي يعني يكون عندها قوة باش يقدر يفرض السيطارة كاين من الأخوة يعني سيكون متدئ وأول مرة سيجهز كوب لتزاوج في العادة واحد متدئ سيكون عندها كوب لواحد يعني لأنها أول تجربة وكذا سيكون عندها كوب سبق الهوين تزاوج يكون فيها مشاكل وإلا يكون عندها في الحالة الثانية يكون عندها أول تجربة يعني تزاوج وهو أصلا سيأخذ أول تجربة لكي يكوب للمقنين في القفص والحسون كنت مبتدئ وباقي تخذ أول تجربة جرام يتبدأ بعدد كبير من الأزواج على الأكثر مالوثون يعني يدير بهم التجربة وكتسب الخبرة وكل شيء يتنجح إن شاء الله العام المقبل وتقدر تزيد الأمور هذه بشوية بشوية درجة درجة يدير العام هذا يعني كوب وخدمة معهم مليح وبحث فوق من هذا الشيء كامل توكل على الله يعني يعني كل شيء بتوفيق من الله سبحانه على الزوج عندما تنجح بإذن الله العام القادم إذا بغيته يعني زيد كوبل هذا معقول وهي رايحة يعني درجة درجة هذا بالنسبة المبتدأ في عملية تزويج الحسون والإنتاج منه نولو الموضوع الأساسي وهو اختيار ذكر المناسب من أجل حصول على الزوج والكوب الحسون ناجح بإذن الله بدون مشاكل يعني بعدما اقتنعت انت انت وحدك كمربي اللي تعرف العصافير كواك يعني وعندك على قنام يعني انت الوحيد اللي تقوم بالاختيار عشان خيل لك أنا ولا خيل لك أي إنسان يعني بدون ذراية للعصافير والكاراكتير اللي عندك وحسب الرغبات يعني 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 قام بتدليح یعنى هنا كاين يعني يعني لح bild لو رقوة يعني أصبح بالالت agric يعني تأمين تلك يعني يتحرك يعني سوف تستنتج شيئا ما اما سيحفزك اما سيقول لك غير ذاكرة الانفاهة توجد مسألة الاختيار الازواج مناسبة من تجهيز مرحلة التزاوج لكن مسألة الاختيار هذه تكون قبل قبل مرحلة التجهيز التي قام بها قبل مرحلة طرح الريش او غير الريش بجيس نعوي يوفر لكوب لتأهد والتوافق والتناسق والتوليف هذه وجهة نظر ونحكي ارموها وصحيحة حسب تقديري انا وجهة نظر وصحيحة وعلمها قبل مرحلة طرح الريش بشي يفوتوا السقاط وغير الريش مع بعض قادر تكون قبل مرحلة التجهيز قبل مرحلة طرح الريش تشيص نعوي يوفر لكوب لتأهد والزوج هذه الألفة والتوليف والتناسق يوفرها لهم هذه وجهة نظر حسب تقديري انا شخصيا قبل مرحلة طرح الريش يقول لك يفوتوا مرحلة طرح الريش لكي يكون بناتهم هذا التناسق هذا الموضوع يخص الناس التي لم تضع الأجواز والذكور مع الإناد في قصة واحدة طرح الريش هذا الموضوع سبب او ظروف ما او رغبة المربي يعني 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 المربي ما يضعش الأزواج مع بعض المرحلة تغير او اختار بين الأزواج او لكي يعمل لهذا مسألة الاختيار ستكون بداية يعني بداية مرحلة التجهيز يعني ثلاث مراحل مرحلة الاختيار خيروا فيها ونشكلوا الأزواج لنوين نخدموا بهم ومرحلة ثانية يعني هي مرحلة التوليف او الألفة يعني خلق الألفة والعلاقة بين البطن والأنتر بالموازات يعني العناية الخاصة وكل العناية الخاصة خاصة بمرحلة التجهيز الاكل الفيتاميناية درجة الحرارة الانارة والضوء الى اخر يعني دخلوه في الحيثيات تعال التجهيز هذا الأمور كلها رح نحكو عليها بشكل عيني يعني موضوعنا اليوم رح نخصه بعملية الاختيار وفيما هو آتي ان شاء الله القادم نحكو رح نحكو لمرحلة التوليف والألفة بين بكر والأنتر ونجد نحكو لنظام مرحلة التجهيز والعناية كيف تكون بالعصف في هذا المرحلة يعني هنا رح نحاول نقدموها مرحلة التجهيز كسلسلة فيديوهات يعني كل فيديو ونحكو عليها نحكم فيها على على شيء وفي الاخير لمرحة مجترك ما علي غير يشترك يعني فضلا وليس امرا يفعل الجرس وما يبقى شعلينا لايك الفيديو ويتابعنا واذا امكن تخلونا تعليقاتكم ورغباتكم باش ننزلوا عند رغباتكم ومفيدكم ان شاء الله ونستفادوا مع بعض وما زلنا نتعلموا كامل من التجارب اذا الى هنا نكون وقد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو دمتم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله